انا بحمد ربنا وبشكر فضله بمحلمتش لنا في يوم هقفة اتكلم على الناصر هبدنا اللي كان صعب ولا كان عندنا ظروف ولا واحد في المليون بحي الزمائل وبحي اللي ضاعهم الملازم قبل الملازم اول الملازم محمود خلب انا تخرجت سنة 64 عند عشرين سنة خدت دورة صعقة كتزابة صعقة روحت اليمن جيت من اليمن خمسة مايو سبعة وستين يعني يا دوبك بنجهز نفسينا خمستاشر مايو واحنا لسه رفعوا درجة سعداد الكتيبة بتاعتي وطلعنا على سينة للهجوم على الزريل كده على طول مرة واحد خبط واحد رحنا العريش انا بصفة الزابط لسه اطلع يعني خلف الخطوط روحت العريش ودخلنا لحد بيت حنون او في مواقف احكيلكو عليه بيت حنون ده اخر حاجة في العريش لقيت السكة الحديد بتخلص على شهد فلنكات لقيت يفطى ساهم يقولك القتس مكتوبة قديمة كده يمين القتس شمال دمشق بعدة بتصلها كده ايه اه احنا بقى ده انا بكلم نفسي يعني مجموع بتاعتي حنشيل بقى الكلام ده وهو في يهود وفين بالعالم بتاحهم اه 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 اقولك خلاص احنا هنخلص هنفتح الطريق والسكة الحديد موجودة بس فكين منها شوية يا القتس يا دمشق عشنا المسائل دي وبعدين بدأت الحرب فجأة دخلنا سينا مئة وتمانين ألف المئة وتمانين ألف فيهم مئة ألف لبسين جلاليب مدني لأن قواتنا في العريش جزء احتياط عدنا 18 يوم نروح وبعدين بدأت الحرب فجأة وإحنا موجودين في المنطقة بتاعتنا ضربة جوية حاجات كتير جيه المشيرة بحكيم عامر أمر بانسحاب القوات دون أي داعي ودون أي لازمة ومئة وتمانين ألف راحوا في 18 يوم رجعوا مطلوبة أن احنا نرجع لثلاث طرق في 48 ساعة مئة وتمانين ألف طبعا حصرت مجزرة بشرية فضيعة لا معنا طائرات ولا معنا حاجة ولا احنا فاهمين الموضوع والمذابح والإعدام الجماعي كل ده شوف صور كتيرة أنا عايز أفسي إيه أمشي بسرعة رجعنا على شمال الإسماعيلية نمرة ستة دي لها حكاية حكاية طويلة أو معا يعني أصدت بيطقات الجيش بعد منها وقفة في تكر برضو الحكاية دي وأنا لايه برضو نفس الحد مفاجأة أن اليهود بيستحموا في المية والبنات بيستحموا في المية وقعدوا تحكوا علينا وإيه اللي حصل في إيه مصر ضاعت فين اللي بقى مصر ببص يمين وشمالي بقايا عدل يوسف شماعطية رجائي مجموعة بتاعت إحنا اللي وفين وفي إيه إيه اللي حصل مش قادرين نستواب اللي حصل كل اللي إحنا عارفينه ضاعت سينة كلها كلها مش ضاعت سينة إحنا إحنا قفين إحنا اللي قدام اليهود وما فيش حاجة بقى يعني إحنا أول وآخر ناس موجودين لابسين ميرين مجموعات المتناسرة اللي بترد اللي لسه موجودة اللي كانوا بجمعوها قدام عينينا وبتنضرب بديك تيروف آه جماعي يسيبوا العسكر تيجي لحد القنال وإعدام قدامنا نجري بقى بسرعة إيه اللي حصل إيه اللي جه المهم وجمال عبد الناصر قعد مع مجموعة وأنا كنت قعد من المجموعة اللي هو كان طالب يقعد مع ميت واحد من منهم من من الشباب اللي إحنا كنا موجودين في سينة وشاور علينا قعد يقعد يقولينا ما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة ورقانا خلي بالك بقى تمكين حصل تمكين رتبتين بخلال الفترة تحولنا إلى قادة مجموعات قعدنا على اليهود الدرس المهم اللي إحنا عايشين عليه دلوقتي وحد يتكلمنه إحنا جيش لا يجب أن نكون جيش منتصر وبقى إينا جيش منتصر وحنظر جيش منتصر لآخر الزمان ومفتاح الناصر موجود معنا مفاتيح الناصر معنا عارفينها صم حفظينها صم إحنا من تحت الصفر بسرار والعناد تحية المهمة الناصر أو الشهادة ما عندناش خيار تاني وبعدين الناصر حليف من يؤمن به إحنا كنا بالنشن على حاجة نعملها هنعملها يعني هنعملها وبنروح نعملها وبنروح نجيب أسير ونكتفه ونجيبه هنعمل الناصر حليف من يؤمن به والناصر ده مش الناصر العسكري بات عشان تبقوا عارفين أي مهمة لأي واحد لا تلميذ لطالب لتاجر أي أن ما نكاه لازم تنتصر من جواك أولا ناستكلمنا هنخلص أي حاجة اللي تشافينه ده هنخلص ونخلص كله ولا حد يفه قدامنا وبدينا هو ده الدرس المهم البداية بتاعتنا بتاعت الملازم أول محمود خلف اللي احنا فضلنا مكاننا لحد بسرعة كدوة الإجراءات كتير اللي انتم تسمعوا عنها عبرنا بقوات الخاصة بتاعتنا والله يا العظيم عبرنا بالمجموعات الخاصة بتاعتنا جرينا 15 كيلو اللي هي المجموعات الخاصة بتاعتنا لان كان فيه سياج من الدبابات برام مندلر 200 دبابة جيش التاني 200 دبابة في العمقى 15 كيلو وكان المفروض ان دولة لو حدثوا بان احنا بنضرب بيخشوا على الساتر علشان يمنعوا العبور احنا رحنا هاجمنا الدبابات ولا اول مرة في تاريخ العالم وانا في ألمانيا في كل الدينة من نهرات يقولك يعني يا جنرال كنت يا كونينل ازاي انتم بتحاربوا الدبابات احنا اللي اختراعنا حارب الدبابات الدبابة ديت مخيفة مخيفة بالضرر ما تخافش منها وفيها ما تضعف تضربها وضربناه ضربناه بقسم من بالله العظيم اللي هو المضرر ده ما خلي سايحناه كله كانوا بيرجعوا ويركابوا الدبابات مزعورين اليهود وانحنا بناخد بالضار لان الدار كان موجود بما لا دي اسمه الداخلية والله والله يجروا طبعا ما حدش حصل حاجة خلصنا اللي احنا خلصناه ابتدينا الراجع نفسينا مرة تانية وفكرة بناء قوة مسلحة عصرية عارفة تعرف طريق الناصر وانا موجود انا وليا وجيل احنا الجيل الموجودين جوه القوات المسلحة مع القادة لان اسرارنا وحاجتنا وخبرتنا دي موجودة موجودة مع قادتنا عشان تبقوا عارفين فاذا الطريق للناصر لازم نحنا عارفين